موسيقى عشاق الرياضة اينما كنتم اهلا ومرحبا بكم في الموجز الرياضية اكد ايمان البنزرتي نجل وكي ووكيل اعمال الاطار التونسي فوزي البنزرتي خلال تصريح حصري قصته به قناة شوف تيفي يومي الخميس انه اوقف مفاوضاته مع المكتب المستير للفريق الاحمر الذي ترأسه سعيد النصيري وذلك بسبب استمرار النادي الاحمر مع مدربه الحالي اريني جيغاغ واذف البنزرتي انه عاد الى تونس مرة اخرى رفقة والده لمناقشة عدد من العروض التي توصل بها من طرف مختلف الاندية الممارسة بالدوري التونسي الممتاز وذلك بعد ان توقفت المفاوضات مع الفريق الاحمر الذي فشل في اقالة المدرب الفرنسي جيرار الذي حقق مجموعة من النتائج السلبية بالدوري الاحترافي علمت قناة شوف تيفي من المصادر الموثوق بها ان المكتب المستير لفريق الوداد الرياضي لكورتي القدم الذي يترأسه سعيد النصيري رفض رسميا التخلي عن خدمات لاعبه محمد ونجم لصالح نايد الأحد السعودية الذي تقدم بأرض مغري من اجل التوقيع للزئبق الودادي خلال انتقالات الشتوية التي ستفتح ابوابها افوان مطلع شهر دجنبر المقبل واعتباعت المصادر نفسها ان مسؤولية الفريق الاحمر رفضوا مناقشة العرض الذي تقدم به النادي السعودي وذلك لحاجة النادي الكبيرة في خدمات اونجم الذي يتمتع بمؤهلات تقنية وبدنية كبيرة مشيرة ان النادي لا يرغب في بيع اي عقدة من عقود لاعبه وذلك بسبب منافسة افوان الفريق على مجموعة من القاب خلال الموسم الكوروي الحالي وفي خبر اخر يغيب رسميا عن صفوف نادي الجيش الملكي لكورتي القدم اما خلال مواجهته امام فريق الكوكب المراكشي لاعبان دوليا وذلك خلال المباراة التي من المقرر ان تلعب يوم السبت المقبل بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال على ارضية ملعب مراكش ويتعلق الامر باللاعبين حمزة خابة وعبد المنعم بطول بعد الاصابة التي تعرض لها اللاعبان خلال مؤسكر المنتخب المحلي الذي واجه عددا من المنتخبات الافريقية في اطار ودي استعدادا للاستحقاقات المقبلة تعرض الحكم الدولي المغربي نور الدين الجعفري قبل قليل من يومه الخميس لا تداء من طرف بعض لاعبين الاهل المصري عقب نهاية اللقاء الذي عرف خروج بطل مصر من مسابقة كأس زايد للاندياء الابطال على يد نادي الوصل الاماراتي ولم يستعب لاعب النادي الاهل المصري لإقصاء من مسابقة كأس زايد وبادروا لسبو شتم حكم المباراة المغربي الجعفري وخاصة الحاصل على البطاق الحمراء قائد فريق الاهل حسام عشور الذي انفجر في وجه الحكم بعد نهاية اللقاء ودوليا أكدت تقارير إعلامية إسبانية أن نادي بارشلون الإسباني لكرة القدم أمامه فرصة واحدة فقط في حالة أراد أن يشري عقد الدولي المصري محمد صلاح من فريقه ليفربول الإجليزية خلال انتقالات الشتوية التي ستفتح أبوابها مطلع شهر دجنبر المقبل وحسب صحيفة ماركا ديعت السيت في إسبانيا فإن النادي كتالوني سيكون ملزما بدفع 250 مليون أورو للنادي الإجليزي للدفر بخدمات الفراون المصري مشيرة أن إدارة البرصة سيكون مفروض عليها أداء مبلغ 100 مليون أورو إضافية على السعر المحدد للعب صلاح الذي يبلغ مليون 150 مليون أورو في السوق الانتقالات وذلك بسبب العقد المبرم بين برشلونة وليفربول الذي يقضي بعدم انتقال أي لائب من الريدز إلى النادي الإسباني إلى غاية متن سنة 2021 المقبلة بهذا الخبر الدولي قد نكون وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى نهاية المززة دمتم فراش الله وحفظه وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر